صباح الخير أخي الفلاح في المرة الماضية وصلنا بالنوع الرعاية العبدور في الفترات الحارجة من عمر الشلاطة والتي هي بضبط وقت سخنة وتحدثنا على السماد اللي يكون قبل البذر واللي يفترض أنه عضوي وفيه نستعمل بقايا الحيوانات كائن اللي يحب يزيد السماد المعدني اللي نسموه نلنغري لبيض الأنبيكا ويكون وقته في التنقية الأولى يعني بعد عشرين يوم نديروه بمقدار قنطار في كل قطار والله نقولو زوج خيشات بسكل خيشة فيها خمسين كيلو وطبعا فيه نوعين كائن النوعية اللي يجي فيها الحب نتاعه حبيبات يعني يكون غليظة شوية كما نتاع المردود وكائن اللي يجي الحبات نتاعه تكون رقيقة كما تيمركيست يعني التبروري والفرق بينهم هو أنه الكبير يطلق سخانة كي نطلق عليه الماء يعني العملية انتاع التحلل تاعه في الماء يدفي لارض كما نقولو احنا مليح للخضران تعشتها في الشلاطة احنا ما يلقناش هذا بسكو الرقيق ما يسخنش لارضه هو اللي يمليح هو اللي يلقناش في الشلاطة لما نديرو هذا السمد المعدني عواض ما نستنى شهر وعشر ايام خرين فوق العشرين يوم اللي درت فيه هنا التسميد المعدني تكفيني عشرين يوم واحدة اخرى برك بالمعنى شهر وعشر ايام توجد الشلاطة انتاعي معنى هناك شليري في النومو وما نكونش عرضا لظاهرة انتع خروج شمروق هذيك وما تبدليش زريعة في الظهور يعني بقى اننا نقدروا الانتاج الان في الظروف الجيدة والله الموعد انتاع الغراسة موعد الغراسة اخي الفلاح من نهاية فيفري يعني لما يتكسر الجليد مباشرة حتى عودة البرد في اكتوبر من نهاية فيفري الى بداية اكتوبر عدنا ما يقدر والله حوالي ثمان شهور على الاقل نقدروا نحقوا محصول الشلاطة اربع مرات حوالي كيلوغرام عدنا واحد كيلوغرام من الزريعة في الظروف الجيدة وين كين المقامة واذا كان عندي النوعية المليحة انتاع الزريعة يمدنا حتى العشر الاف ربطة والله نقوله بالميزان 200 قنطار هذه في موسم واحد يعني موسم واحد من اللي ينتحدث على كيلوغرام زريعة معناتها ربع قطار برك اخي الفلاح تقدر تقيس القدرة الانتاجية انتاك الآن يعني من حيث مساحة الارض قوة الماء نوعية الطربة يعني السماد والاقبار اللي رك استعملته واذا كان فيه معدن حاجة مليحة اضافة الى نوع زريعة لرك درته في البداية الى هنا اخي الفلاح انتهى موضوعنا في زراعة الخس نلتقي في فقرة مقبلة مع موضوع اخر كان معكم الاستاذ فضيلي نوردين من المعهد التكنولوجي الفلاحي المتخصص بالجلفة اشتركوا في القناة